قطاع كابلات بالبحر الأحمر أعطى بتضرب فيسبوك وإنستغرام وهو فيسبوك وإنستغرام منعين علينا الحديث على غزة من أول 7 أكتوبر وهذاك عليش وكان لي أنا أحسن مصار لأنه جيت معا كتيبة على مسؤوليتك وكانت ديوانة في موجودة في اليوتيوب وتحياتي الأكثر من 300 ألف أبوني جديد على مسؤوليتك في ديوانة فيم وماذا بين الناس الكل اللي ما همش فان بالإذاعة أنا اللي هنا بكل موادنا نقول لكم ماذا بيني تقولوا عننا في الإذاعة متاعنا في ديوانة فيم اليوتيوب متاعنا انقطاع كابلات بالبحر الأحمر وأعطى بتضرب فيسبوك وإنستغرام كما قلنا تقول اليوم بأن انقطاع تليثة كابلات اتصالة بحرية تمر عبر مياه البحر الأحمر والحديث كان عن أعطاب ضربت منصتي فيسبوك وإنستغرام كما تدخل ما تلقاش موجود نقلا عن مسؤولين ما سمتهمش أوضحت الوكالة أن تليثة كابلات دولية تمر عبر البحر الأحمر وتوافر الأنترنت والاتصالات حول العالم انطلقت أمس دون الإشارة المسبقة عن من المسؤول على ذلك ونقلا عن بيان كذلك لشركة HGC Global Communication ومقارها هونغ كونغ قالت Associated Press أن الكابلات المقطوعة تشمل كابل آسيا إفريقيا أوروبا واحد كابل أوروبا الهند وكابل سيكم تي جي إنغولف وذكرت الشركة أن القطاع الكابلات أثر على 25% من تدفق البيانات عبر كابل البحر الأحمر سيد الحميد أنا نقول لك في البرمج مناش عرفين راهو لكن نحن نقرأه قراءة عسكري صحيحة أنا شفت الأسلحة لعند الجيش اليمني وقلت أنا عندهم مسيرات بحرية قادرة على قصها الكابلات هذه ويوم يحسوا أن الضغط والرميات بشتكثر عليهم راهو سيلتجئون لهذا السلاح وقد هذا يرى إنذار فقط أقول لك هذا فقط إنذار هو رسالة مشفرة للغرب يقول له هني ضربت أنا جزء من الكابلات لكن أنا قادر بأسحى اللي عندي بالمسيرات البحرية والتوربيدات اللي هذه الحديثة اللي ممكن توجيهها يعني في عمق البحر ممكن أن نقص لك الكابلات الكل راهو بشتصلح الكابلات هذه راهي يعني خاصة في وضع متأجج ومتأزم يعني رمايات في المكانة ذاكة بشتكون صعبة وصعبة وصعبة جدا إذن انتظروا المزيد كل ما طالبوا طالبوا وقف يعني الإبادة وأنا رأى الحكمة متعادة الجيش اليمني أنه فقط هو إشارة أني حتى للنجم نضغط والمفاوضات هذه أني داخل فيها ما نظنوش أني خاطر بارح بارك ضرب وروا سفينة أخرى النجم المشابعة أقول لك شوة جديدة جديد أنه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة جماعة نصر الله النمير يقول يعلن عن وجوب حصول سفن الكابلات البحرية على تصريح من هيئة الشؤون البحرية قبل دخول مياه اليمني الإقليمية يقول محاطك يتدخلوا بيشتصالحوا روكين ما فهماش تصريح ممكن يصير قصر سماح يصايترون على الوضع شفت بالله أرمدة باللغة العربية أرمدة من البوارج الأمريكية والبريطانية والأوروبية وحتى بعضها من الدول العربية في الأماكن هذيك ودخلت حتى الهند في الحكاية فهمت تحب تعمل قاعدة هذيك لأنه تعرف مشكلة الهنوت ومشكلتهم مع باكستان ومكرهم للمسلمين إذن هذا الكل وراهنت قتلك لن ينفع لأنه الأمور واضحة هذو ما تمرسوا على القتال عرفوا كيفيش يخبيوا استحاتهم عرفوا كيفيش وتمكنوا من التقنيات الحديثة والقادم أشنع فما حاجة فلت على الإعلام الكل ما هو مقسومة ليمن اشترها الجيش اليمني اللي هو قاعد يقاتل واشتر الثاني أكل تبع الخليجيين وتبع الإمارات بأن الإمارات اليوم احتلت جزر يمنية وأطرت الضباط اللي تبعين الشق الثاني اليمني وفضيحوا وهبلوا لأنه كانوا يظنون ما أصدقاهم كانوا يظنوا أن الإماراتيين أصدقاء للشق الجنوبي اليمني اللي نصامت لا يشارك ولكن اليوم اكتشفوا أنهم كانوا يقادون يعني من طرف ناس لعندهم لا دين لمثاق وهكا احتلوا جزر بعض الجزر وأطردوا الضباط متاعك سيسمو عبدالله ذا اللي حطينه في السعودية الرئيس المؤقت اللي حطينه في السعودية واليوم صدمة اليمنيون الجانبهم لأنه فاقوا اللي العملية مش كانت كما يصورها أنا الصديق أصبح عدوا وتطرد جيشهم من بعض الجزر اليمنية سقطرة كانت سمع بيها وأطردوهم وأخذوا مكانهم واحتلوها ويعني تفطنا أنهم كانوا في ثمية غالطة وأنا طلبت بارح على قنوات يمنية اتحدوا من فضلكم اتحدوا وراء التفرقة ما تصلح كان العدو التفرقة لا تخدموا إلا مصالح العدو إذن هذه فرصة قدامكم والله قال ما قلت اليوم رو أثج فؤادنا وسيستمعوا إليه كل يمنيين لأنه شيء كبير كانوا يبحثوا في سقطرة والحدث هذه الجلال اللي كانوا يظنوا الإمارات تعاون فيها في الأخر طلعوا أعدايا مش أصدقاء واضح أنا نحب نحكي وكذلك نحب نأخو رأيك سيد العميد في الإسقاطات إسقاط المساعدات جوا واليوم الأردن تتحدث على أكبر معونة يقعوا إسقاطها جوا على غزة البيرح سألت سؤال للدكتور رفعتبي ورحب نسأله لك أنت كخبير عسكري سيد العميد توفيق ديدي قتلوا ونحب نهبطوك عنوان هدى يعني أنه السؤال هذية الحقيقة الناس الكل تطرح فيه السؤال لماذا يقبل الكيان العدو بالإنزالات الجوية الإمدادات الجوية للمساعدات ولكنه يقصف ويرفض أي إمدادات برية بسيطة الإجابة بسيطة جدا طائرة سين 130 حمولتها أقل من شحنة واحدة هذه مسرحية سيئة الإخراج الدول اللي شاركت بما فيهم الأردن باش يقول هاني عملت وهاني حاولت وتنسيق مسبقة مع يعني يعني صهاينة وإلا رحت إحنا نبعثنا لو كانت مفتوحة العملية فعلا حقيقة لو كانوا بالحقيقة جاوا يحبوا بالحق باش يوقفوا المجاعة كان باخرة واحدة تكفي باخرة واحدة تكفي لكل غزة لكن الأمور لا تنطري على الخبير يعني نمشي باخرة نحكي بحرا يا سيدي سيبني من البر ومن معبر الرفح نيتك صافية أبعث من البحر لو كانت النية فعلا صافية باخرة واحدة تكفي لغزة مدة شهر هما الطائرات هذية تهز تهز تلس تلسين ألف وجبة يعني تلسين ألف وهم حاجتهم بستة ملايين يقول واحد على ألف يا بنتي مو شكاكة برك لا هذا كان خلط لأنه يمشي يقصفوه معناها دليل على 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 يقعد يصير فضيع رأو صلنا في العالم منتاعنا هذية الفين وعبعة وشرين إلى انحطاط لم يشهد له التاريخ مثيلا بالحقرة والغريف الأمر أنه هذية يعتبره مثلا أردن تحتها بتقول لك أنا قمت بواجبي هي قمت بواجبك وخمسة شهور فاش تعملوا وينو ضغطكم ويني وشبهها المعاونات تدخل على طريقكم جايتكم من الخليج داخل الكيان الصهيوني عاش موقفتهمش أنكروا أنكروا هذا ليش أنكروا لا ثورهم لا ثورهم موش كاكة برك مو غدارين للصهاينة كل رأو من يثق في الصهاينة رأو غبي لأنه هم من مشي يو ثوره وثوره الشحينات وثوره السواق وثوره من ينجيت ما يتابعوش قنواتهم لو كان جينا نتابعوا في قنواتهم كما نعمل أنا لأنني تفطنت اليوم فعلا نتصورهم وقالوا أنا لا أصدق أي صور أو فيديوهات تنشر على أي قناة عبرها هذي وزيرة نجم أي وزيرتهم من الهند وزيرة نتاحهم وجابت وزيرة النقل لكن يا أخي باه أنت أنكرت علاش في أنت أنكرت علاش للطريقة ذاكة بالذات معبر ما تخليش عبادة تمشيلو ما كنت ينديك صافية لعبادة تحبش تصور المعبر هدايا اللي ما بين الأوردن خلي علاش منعت الناس منوصول إليه ما أسمع الأمور رأي أنا راني أنا ضابط حر بلا يهمني في حتى حتى أنا نقول هالك كل واحد يحمل سؤوليتنا آخر كل واحد بش يتحمل مسؤولية أفعله أمام شعوبهم وأمام التاريخ والتاريخ حبه من أحبه كره من كره لن يرحم أحدا